من أطياف سياسية متنوعة وتحت راية التقدمية والوسطية أعلن أكثر من أربعين نائبا في البرلماني تأسيس جبهة برلمانية جديدة تهدف وفق مؤسسيها إلى أحداث توازن سياسي في مواجهة الائتلاف الحاكم الذي تقوده حركة النهضة الإسلامية وحزب نداء تونس بعد تشخيص للوضع السياسي وضع أيضا داخل المؤسسة البرلمانية تسمى بتعطيل كبير لتمرير أشياء غير مقبولة بالنسبة لنا كوسطيين كتقدمين فقررنا باش نجمع أنفسنا عيوضا نكون معنا مشتين خمسة من هوني وستة من هوني نلموا أصواتنا ونكون مؤثرين أكثر تجميع الجبهة البرلمانية الجديدة لعدد من القوى السياسية العلمانية أعتبره البعض مؤشرا على أن تشكيل هذا الائتلاف قام على أساس مواجهة القوة الإسلامية التي تحتكر أغلب المقاعد البرلمانية الأمر الذي دفع بعض قيادات حركة النهضة إلى اعتبار الجبهة الجديدة تكتلا محكوما بالفشل منذ البداية مثل هذه الجبهات تجربت عمناول وما زادت إلا وانتهت بالفشل وتقريبا مثل الجبهات هذه نتصور عمرها ما يكونش طويل في المقابل اعتبرت بعض القراءات أن الجبهة الجديدة أسست بهدف خلق حزام سياسي مساند لرئيس الحكومة يوسف الشاهد الذي لم يعد يحظى بدعم الائتلاف الحاكم بقيادة الإسلاميين وذلك بسبب إصراره على مواصلة الحرب على الفسد وفق تقدير أصحاب هذا الرأي هذه الجبهة جاء في إطار الصراع اليوم الموجود وسط لتلاف الحاكم صراع أو صلى الحد أنه رئيس الحكومة في واد ورئيس أو المسؤول الأول في حزب نيدا تونس في واد ثاني وحديث على إمكانية تنحية رئيس الحكومة ونعتقد أن هذه الجبهة هي جبهة قريبة من رئيس الحكومة في إطار هذا الصراع وفي إطار محاولة التوزنات ويقدر البعض أن الجبهة الجديدة قد تكون الحلقة الأولى في مصاري تقلبات جذرية في الخارطة السياسية التي ستشهدها تونس خلال الفترة القادمة جبهة برلمانية جديدة قد تعيد سياغة خارطة التحالفات داخل مجلس نوب الشعب وخارجه رغم أن البعض يرجح عدم صمودها نظرا للتناقض الكبير بين مكوناتها من مقر مجلس نوب الشعب بالعاصمة التونسية توفيق العياشي الحرة